بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة ليه مسلس السرعات في الخروج ايضا له عدة اشكال بتختلف حسب سرعة الرنر فعلى سبيل المثال لو احنا رسمنا الريشة بالشكل ده زي ما اتفقنا في رسم مسلس السرعات الموازل الريشة بيكون الريلاتف فيلوستي وده مايل بزاوية بيتا تو والمماس او الماشي عمودي على الريشة بيكون اليو تو واللي بيقفل المثلس الفي يو تو وبتساوي الفي اف تو في حالة ان دي زاوية قائمة والفي يو تو بتكون بصفر طيب لو سرعة الرنر احنا اتفقنا ان اليو تو بتساوي باي دي تو في ان على ستين فلو السرعة الخاصة بالرنر قلت عن كده عن هذه القيمة في هذه الحالة ممكن المثلس يكون شكله بالقاتي الفي ار تو هتبقى واخد هذا الاتجاه الفي اليو تو قيمتها قلت بسبب اخفاض السرعة واللي هيقفل المثلس في هذه الحالة الفي تو كذلك لو الفي يو تو زادت يعني سرعة الرنر زاد فممكن الميل يكون بالشكل ده وتكون الفي اليو تو كبيرة والمثلس هياخد هذا الشكل يبقى فيه كذا احتمال بحيث لمثلس السرعات في الخروج بحيث ان الفي تو في هذه الحالة لو جينا نحلل هيبقى اتجاهها في هذا الشكل دي الفي يو تو وفي الحالة دي الفي يو تو هتكون في هذا الاتجاه وطبعا زي ما اتفقنا الحالة الافضل اللي هي بتعطينا اقصى باور لما يكون الفي يو تو بصف ولذلك هذا المثلس هو المستخدم في جميع عمليات التصميم الباور ديفيلوب دبي فرانسيس ترباين علشان نحسب الباور هنفتكر مع بعض قانون الخاص بالمومنتم اللي هو بيقول ان الفرس الواقعة على الريشة هتساوي rate of change of momentum والrate of change of momentum يعني حاصل ضرب الماس في الوريت في الفي لوستي وزي ما اتكلمنا في فرانسيس لو احنا ضربنا الفرس ده في السرعة فهيدينا الباور بشكل بسيط نقدر نكتب صيغة هذا القانون في صورة نهائية لتطبيقه على فرانسيس بان الهيدروليك باور او الباور ديفيلوب من التيربينا هتساوي ρو في كيو اللي هي الام دوت في في يو وان في يو وان موجب او سالب في يو تو في يو تو وموجب او سالب دي حسب اتجاه زي ما كان واضح فيه مسلسات السرعات الخاصة بفي يو تو فممكن تكون اتجاهها مع السالب او اتجاهها مع الموجب ولكن زي ما اتفقنا علشان نحصل على اقصى باور فالفي يو تو بتكون دائما بصفر والباور يمكن كتابتها في هذه الحالة برو في كيو في في يو وان في يو وان هذا القانون يسمى اويلر تيرباين اكوشن لو احنا اسمنا المعادلة الخاصة بالباور على رو في جي في كيو هنحصل على اويلر هيد اللي هو بيساوي في يو وان في يو وان على جي بالنسبة ليه فرانسيز تيرباين افشنسيز او الكفاءات الخاصة بفرانسيز زي ما عملنا قبل كده مع بيلتون هنحاول نوضح او نتدرج مع اللصز اللي بيحصل في فرانسيز فاول باور متاحة عندنا بتكون دخلة لفرانسيز هي البوتينشيال باور او الرو في جي في اتش في كيو ثيوريتيكل ودي الباور اللي افيلابل خلف السد او المتاحة من الهيد الموجود خلف السد اللي متراكب في التربينة طبعا لما الفلو ده بيمشي وبيبدأ يدخل ليه التربينة مش كل كمية الفلو اللي كالكوليتد على سطح الريشة يعني لما نيجي نحسب الفلو اللي بيدخل للريش بنعتمد على ابعاد الريش ولكن القيمة دي بتكون ثيوريتيكل ولذلك بيكون فيه جزء مفقود من هذا الفلوريت ولذلك يكون عندنا حاجة اسمها الفوليومتريك لوسز وبالتالي الباور الاكشوال اللي هتكون افيلابل عندي هتبقى رو جي في اتش في الكيو اكشوال الكيوة الحقيقية بيدخل الفلو على سطح الريشة فبيبدأ يحصل احتكاك وفقد فيه جزء من الطاقة بيسمى الهيدروليك لوسز ولكن الريشة بتبدأ تاخد الحركة او بتاخد الباور الديفيلوبت اللي هي هتساوي رو في الكيو اكشوال في في يو وان في يو وان موجب او سالب في يو تو في يو تو وزي ما اتفقنا في كل التطبيقات عندنا بتكون بصفر بعد كده بيبدأ الرانر يدور وينقل هذه الحركة الى الشافت وبالتالي بيحصل عندنا ميكانيكال لوسز اللي هو الفقد اللي بيحصل احتكاك ميكانيكي فيه فيه رمان بيلي الموجود وهكذا وبيبقى الاوتبوت باور النهائي بتاعتنا اللي هي الباور شافت اللي بتنتقل بعد كده للجينريتور لتوليد الكهرباء لو اسمنا الترمي ده على الترمي ده بنحصل على اول كفاءة خص فرانسي سترباين وهي الفوليومتريك افيشنسي وبتساوي الكيو اكشول على الكيو ثيوريتيكال ولو اسمنا الترمي ده على الترمي ده بنحصل على الهايدروليك افيشنسي ثم الترمي ده على الترمي ده بنحصل على الميكانيكال افيشنسي لو اسمنا الاوتبوت النهائي على الامبوت الاول بنحصل على الاوفرول افيشنسي الخاصة بالتربينا لحساب الفلوريت الخاص بالتربينة لازم نعرف الأبعاد الخاصة بريئ الرنر وزي ما اتفقنا بيكون كتر الدخول اسمه D1 والويتس في الدخول اسمه B1 والكتر في الخروج اسمه D2 والويتس في الخروج اسمه B2 لو احنا حبينا نحسب الفلوريت على المساحة في الدخول زي ما احنا عارفين دايما ان الفلوريت بيساوي الفلوستي مضروبة في الاريا طيب خلينا نبدأ بالاريا المساحة اللي بيدخل منها الفلور دي عشان احسبها هي واضح ان هي مساحة محيطية يعني لو انا حسبت المحيط الخاص بالرنر وضربته في الويتس يبقى انا هقول باي في D اللي هو المحيط الخاص بالرنر في الويتس اللي اسمه B1 ولكن هتقابلنا مشكلة ان هنا في ريش وشري الريش دي ليها سمك طبعا السمك ده بيمنع جزء من الماعة او بيعمل بلوكيج بيسد جزء من المساحة دي يعني ما نقدرش نقول ان المساحة اللي هي باي دي في بي هي المساحة الكلية اللي بيمشي منها الفلو ولذلك لازم نطرح عدد الريش في سمك الريشة في هذه الحالة هيكون المساحة عبارة عن باي في دي نا الزد في تي وكل ده مضروب في بي حيث الزد دي عدد الريش ويه تي سمك الريشة كل ده طبعا بيديني الاريا مضروب في الفلوستي ويهي الفلوستي اللي عندنا بتكون الفلو فيلوستي اللي هي الفي اف يبقى نقدر نستخدم هذا القانون في حساب الفلوريت سواء كان في الدخول او في الخروج فقط ان احنا هنقول في الدخول الكيو هتساوي باي في دي وان مينس الزد في تي في بي وان في في اف وان ده لو كان في الدخول اما في الخروج هنخلي دي دي تو والثيكنس والزد في التي الثيكنس في الخروج وغالبا الثيكنس في الدخول والخروج زي بعضه البي بيختلف يبقى البي تو وفي الفي في تو برضو ممكن نغير صيغة هذا القانون بان احنا نفرد جزء من المساحة يعني هنقول الكيو هتساوي ابسلون في باي في دي وان في بي وان في في اف وان المساحة الكلية هي باي في دي وان في بي وان فاحنا لو قلنا مثلا ان الريشة او الريش اللي موجودة بتسد مثلا عشرة في المية من المساحة معناها ان الابسلون دي تسعين في المية يبقى كأن الابسلون ده يسمى اللاود في لو ريشيو او نسبة السماحية الخاصة للفلو في مدخل في المدخل او المخرج يبقى لو حبينا نحسب الكيو هنقول ابسلون في باي في دي وان في بي وان في في اف وان او ابسلون في باي في دي تو في بي تو في اف في اف تو لو حبينا نحسبها من الخروج طبعا الكيو اللي احنا بنحسبها من هذا القانون بتكون هي الثيوريتيكال فلوريت وليست الاكشوال فلوريت ترجمة نانسي قنقر